نهار ده فنياً كمان في ملحوظة أو أكتر من ملحوظة واحد هي ليه علاقة بشخصية اللاعب عندنا في منتخب مصر آه لما بشوف محمد صلاح في الملعب عندي ثقة في لعب عالمي فبحاول كل شوية أدي له الكورة أول ملمس الكورة عيني تيجي عليه ما فكرش غير في غيره مفهوم نفسياً ده بس وانت لعب كبير ولعب عندك خبرة تفهم انه اللعب مش انك تباصل صلاح وخلاص اللعب انك تبني لعب تبني هجمة يعني إيه اللي بيحصل مثلاً في ليفربول إيه الفرق؟ دايماً ده السؤال ليه محمد صلاح في ليفربول مش زي منتخب مصر إيه السؤال؟ هقولك الإجابة ده السؤال عفوا إيه الإجابة بقى؟ الإجابة إنه في ليفربول هتلاقي مثلاً يعني هندرسون بيمنع عند اتياجه واتياجه يدي لسادي ومانيه وروح سادي ومانيه رو يمدي كرة طولية بالعكس لأرنلد الورى فأرنلد يباصل محمد صلاح فمحمد صلاح يرجع لأرنلد أرنلد الهندرسون رو هندرسون يدي سرول محمد صلاح يجيبها جول توسيع مساحات وتفتح مساحات في الملعب ليه؟ عشان الراجل اللي هو محمد صلاح ده طبيعي في إنجلترا وفي مصر في أي مكان هيبقى مترائب كتير قوي فأنت حضرتك مش السهل إنك تدي لمحمد صلاح الكرة وحواليه ثلاثة وتقول له اتصرف وريني بقى يا أفضل لعب في العالم هي مش كده حتى لو هو أفضل لعب في العالم هو أفضل لعب في العالم هو مش ساحر في كرة بتتلاعب قبل ما توصل لمحمد صلاح في لعب بيتعمل في تكوين هجمة بيتعمل دي تفصيلها يعني على فكرة مش دلوقتي هيبقى لها سنين من ساعة ما الناس شافت محمد صلاح في الملعب أنا أعتقد إن مش المدربين اللي بيقولوا بصل صلاح اتقالت على كوبر وتقالت على أجيري وتقالت على حسام البدري وتقالت دلوقتي على إهاب جلال وقابليه كارلوس كيروش كل الناس بتدي لمحمد صلاح فأنت بتورطه أنت بتخليه شكله في الملعب مش هو محمد صلاح ما طبيعي أنت بس أنت عايزنا أنا لأشغلك اللعب الناس في البرة بتشتغلي عشان أخد أنا كرة واجبها جول عشان أنا اللي بعرف أفنش إحنا هنا بندل محمد صلاح ونقول له أرجوك دور لنا لا شوف بقى هنعمل إيه ده بشكل عام مش بس النهاردة بالمناسبة دي نقطة